هو يسأل عن قول الله تبارك وتعالى ثلة من الأولين وقليل أنا أقول له أصبر بعد ست سنين نوصل سورة الواقع اسمه راضي أصبر على كل حال في هذه السورة ذكر الله السابقين وذكر أصحاب اليمين فلما ذكر السابقين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ولما ذكر أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فالإشكال في الأولى وهي ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ما المراد بالأولين والآخرين مع أنه في الحديث ثابت أن أمة محمد ثلثة أهل الجنة ثلثة أهل الجنة فكيف يكون قلة مقابل الأولين وقليل من الآخرين والصحيح الذي رجاه الحافظ من كثير وغيره من أهل العلم أن الكلام كله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الكلام في أمة محمد لا في الأمم السابقة وضحت الصحابة والتابعون الكثرة من هؤلاء والمتأخرون قلة